أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في برنامج مشوارنا ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا في الستوديو الفنان جمع نجم جمع صباح الخير وهذا وسلام بي السلام عليكم سيداد أهلا وسلام بي تحية طيبة لكم ولمشاهد الكريم وتحية طيبة أكيد لكل طاق من القناة من فكرة الفنان حسن البيجو نوجه لكل التحايا شاركنا طبعا فيها نحن كمطربين فرطة الرواد وأيضا مطربين من مساحة الفنية يعني فنانين شعبيين من بنغازي شاركوا فيها وخارج بنغازي طبعا اشتغلنا طبعا على هذه الجلسة هاي وصورناها طبعا في مسرح الضفل وكذا فاخترت فيها طبعا أعمال شعبية منهم للفنان راحل محمد حسن كعمل إذاعي وعمل شعبي للفنان نحميد أبو نقطة راحل الله علي طبعا حبيت أني النوا كيف ما تقول واشتغلنا على هذه السهرة صورتوها اه صورناها وقاعدة ولا تداع تداع قاعدة على قناة ليبيا راحل وطن تمام من فترة طبعا اه من فترة اه من فترة اه ايوه اه طبعا أنت غنيت طبعا عودت غناء لهؤلاء المطربين زي محمد حسن زي الفناني الشعبي من دونك طبعا الله يرحمهم وغيرا من الفناني لكن للمطربين العرب بمن تأثر جمعة نجم ويردد في أغنية والله شو نقول لك طبعا زمان في بدايتي بكل طبعا كنت من عشاق الفنان كارم الساحل ولا عندي الآن يعني كم نقول فطبعا بعد التجاءة لي فرقة الزمان الجميل كنت بقيادة الأستاذ عدل عدل عبد المجيد كيف الأستاذ إبراهيم فامي وغيرا طبعا من الفنانين فلما جيت طبعا للفرقة وضحوا لي نراه عندنا كده طبعا بحكم اني جيت صغير وكذا يعني عندنا فلانين عمالقة في فن شعبي لازم كيف ما تقول تحفظ وكذا أو تسمع وتغني فما كنتش يعني كيف ما تقول نعرف يعني يعني كونت معلومات وثقافة موسيقية الله يبارك فيك طبعا بعد ما جيت للفرقة الزمان الجميل أما غيرها طبعا إني كنت دائما مهتم بالفلانين العربين أنت ضربت عصفورين بحجر وغنيت وأشبعت موهبتك الله يسلم ردت بعض الأغاني لبعض المطربين وأيضا كونت معلومات زي ما قلنا وثقافة موسيقية خاصة بك وأكيد توسعت الآن وأصبحت شاملة أكثر يعني أنا سماعت لك وتبعتك طبعا على التلفزيون وأنت تؤدي في بعض الأغاني ولكن شفتك مندمج في أغنية الفنانة سلمين الزروق يا العين لوامة ما تبقي يا العين لوامة طبعا الأستاذة حبتها أستاذة وفا حبت هذه الأغاني حتى بعد ما جيتها في راديو بانغازي المحلية طبعا حبت أن تسمحها وكذا وهي كانت طبعا ضيفة في الحديث عنها في حلقتها طيب نحن نوسع دائرة الحب هذا تشمل اللي ننطلق من وفاة وننطلق ونسمعوها منك في برنامج ده ياريت باشك يا رب ياريت باشك يا رب بسم الله أيوه مفيش صوت في الهوة ولا عادي لا لا عادي بصوتك مباشرة يا رب يا رب حول الله عمت وحلت وناديتيني ناديتيني وين نصحتك ما سمعتيني ما سمعتيني عمت وحلت وناديتيني ما عندي من قول من قول يا عيني يا عيني ما عندي من قول من قول يا عيني يا عيني غير يالله العقبة السلامة غري الله لعك بس الأمان الله يسلم رحل الشوك يريد أوم من كلمات طبعا الأستاذ رحمة الله علي فرش ذبل والحال على ما أعتقد إبراهيم فهمي أو الأستاذ عادل عبد المجيد ربما عادل عبد المجيد الأخر بك حسب معرفتي فرقة الزمن الجميل هي خليط ومزيج ما بين جيل الشاب وجيل السابق هذه التوليفة استفاد منها جمعة نجم أكيد مثلا موسيقيين دخل فرقة من الرعي الأول خلينا نقول ربي أعطيهم الصحة طبعا الفرقة أعضاء طبعا الأستاذ مصطفى الاسكندراني الماستر محمد حسن والأستاذ نوري السراوي طبعا أضم العازفين الكمنجا والأستاذ نوري السراوي والأستاذ صلاح بن سعود والأستاذ بكر الجامعي والأستاذ أحمد السعيدي ومصطفى ناجم طبعا وأحمد أزليتني طبعا الأستاذ أحمد أزليتني هذا مدير الفرقة طبعا أكيد طبعا تلوفت استفدت منهم بالكثير والكثير حقيقة هذه مثلا الأستفادة وإن كانت والله هل صوبوا لك أو صحوا لك بعض المفاهيم في عملك الموسيقي يعني أكيد أكيد طبعا طوعوا صوتك عرفوا مساحاته هذا الصوت أنا أنا شو الأغاني اللي تصلح به طبعا هي في بداية جايتي يعني كنت جاي للمحهد علي الشعالية كنت نسجل بحكم أني بحاب أني نقرى مصير أو كذا الله يبارك فيك طبعا لما خشيت علي لجنة تحكيم كانوا من ضمنها الأستاذة مسعود القرش والأستاذ شريف محمد والأستاذ أحمد أزليد وغيرها طبعا من الأستاذ الكبار فحبوا أنهم يسمعوا شيء مني يعني فغنيت أغنيها للكاظم الساهد فحقيقة يعني من أول ما بديت بس في المطلع جبت طبعا الأستاذة وقالوا لي وقف أنت لعندها نياه وتمام مية في المية فبعدها الأستاذ أحمد أزليد نقل لي راجيني برا كيف ما تقول يعني حكمنا فيه كانوا طلبة وكذا ولجنة تحكيم يعني امتحان قبول كيف ما تقول خلص طبعا راجيت الأستاذ أحمد أزليد نقل لي أنت من اليوم معايا في الفرقة أنا طبعا كنت في فريق الله يبارك فيك طبعا كنت في فريق غنائي فريق يقال حياة فريق طفولي كذا وكذا فكنت خايف وأنا طبعا نتابع فيها الفرقة وكذا وحضرت لهم بعض من المعراجانات وكذا فشغل كبير يعني كيف ما تقول ما كنتش قد يعني كيف ما تقول مسؤولية أني نجي نغني لايف أمام الفنانين عظمة وكذا فالحقيقة يعني كان شيء صعب علي في رهبة في رهبة هربت كيف ما تقول هربت مع الحق يعني قلت لماشي أستاذ وكذا بعدها يعني مع مع معجيت فالله يبارك فيك طبعا شيء مهسال كيف ما تقول يعني كنا نحن في الفريق الغنائي كنا نغني في بليباك يعني أغنية والعة تجيل وانت عبارة لماسك المايك يعني وشنو هو صوتك يعني تمام ولكن يعني تبي التحول من الشيء ريال لشيء غناء لايف والله يبارك فيك وفرقة موسيقية في خلفك فمسؤولية كانت الحق يعني المهم ده فيها واجدين بعدها شنو يعني قبض علي وجابني طبعا للفرقة قلت لأستاذ يعني خلاص تمام أنا حنخش معاك وكذا لكن راهو شيء صعب يعني كنا تبيني كما تقول نغني وكذا راهو شيء صعب علي الحق يعني فقال لي أنت غير خليك معايا وبإذن الله كل شيء سهل يعني سلم لي روحك بمعنى صحيح فقلت لأي الله أستاذ ما فيش ايا مشكلة شاركت طبعا معاهم في أول حفل كايلية معاهم حفلت مألوف موشحات دارت في 2017 أو 2018 في قاعد في نيسيا بغازي شهر رمضان دخلت معاهم مجموعة صوتية كنت مجموعة صوتية وبعدها درنا مهرجان درنا مهرجان تكريم لأبراهيم فاهمي غنيت فيها أغنية مصرح الطفل آه مصرح الطفل كانت فالحق يعني كنت خايف وكذا بعدها قال لي شنو يعني كما تقول ختني ختل أعطاني الأغنية بتاع بتاع جينة يا صاحبنا لن عليك شوي ملام كيف ترحل في بحر الغالي وما نشع الله يبارك فيك فقال لي هذي بتاع براين فام اه بتاع براين فام هو المهرجان طبعا كان باسمه يعني عرفته فقلت له بها استاذ عساسي شنو مجموعة صوتية بنغنوها كلنا مع بعضنا حفظت وكذا وكل شيء وقعت يعني كين ياخذ فيها على جنب ويقول لي سمحها لي وكذا وكي يعني بعدها أنا حصيت بشيء مش طبيعي حتى الباقي المطلبي ما يغلونيش فيها لكن يعني ما دققتش تركيز عليك الله يبارك فيك جينا عندي يوم الحافل وقال لي هيا هيا وين استاذ قال لي هيا امسك المايك وتفضل اطلع المسرح معقول استاذ كذا قال لي قد تفضل طلعت سبحان الله يعني راحة الرهبة الله يبارك فيك راحة الرهبة والحق يعني كنت قد المسؤولية حقيقتا حتى الكلاه ماضا ما قلتش ما بنش اي ارتباك ولا حق في الصوت عادة ان يعني هذه الربكة والرهبة اتبان في في اتبان اكيد اكيد تأثر اكيد لما انت تكون مش متريح في مش مطلوب اه اكيد حيبان ان في خوف في رهب في كذا يعني لكن تحولت تحتوي والله سبحان الله يعني يعني اديتها ب اداة كويس كنت خطة ناجحة خلاص بعدها من ضمنها طبعا قاعدت يعني الحمد لله قاعدت في الحفلات وكذا وفي المراجلات اني نغني بروحي يعني عرفت تحولت من المجموعة الصوتية الى مضربية مضربية الله يبارك فيك ايوان وطبعا كنت عادة في ملتقاتنا يعني لما انتلاقوا مع بعضنا في سواء كان يعني في مكان عام ومكان خاص بينا مثلا الفرق انتلاقوا فيه مع بعضنا كنت عادة يعني نحب المستفيد من الاسد يعني 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 راسا مثلا للاستاذ مستفى الاسكنديراني بعدك من نراجل يعني كاين مستفى محمد حسنوه كذا وعاشر الله يبارك فيك فالحق يعني عادة كنت ديما ناخذ منه يعني فيه فيه كيف ما تقول يعني فيه حاجات كويسة نصائح نصائح وهكي يعني كيف ما تقول بعدها الحمد لله يعني موضوع تم بالنسبة لي ساهل جدا يعني كيف ما تقول انت قلت لي انك غنيت حتى للراحل مضرب الشعبي احميد ابو احميد ابو نقطة غنيت لأغنت ذبتي ذوب يا شمعة طفئتي للا ما تقول في عمرك طفئتي بحين اسمعهم منه للا ما تقول في عمرك طفئتي للا ما تقول في عمرك طفئتي للا ما تقول في عمرك طفئتي ذبتي ذوب ذبتي ملحنين ومرجعك طاليا شمعة سنين وليالك طافية وليلك حزين وطاحت بيك مصاحب القيتي وانتي وين وهو اليوم وين نسي غلاك كأنك ما بكتي وانتي غلاك وانتي غلاك يا شمعة طفئي الله عليك الله يسلم الله يسلم حقيقة صوت رائع الله يسلم متميز وناضج ومليان انا في الختام يعني لو عندك رسائل شكر او عرفانت اكيد طبعا سانة جمعة نجم ودعم ابتداء من الاسرة وانطلاق من الناس اللي اشتغلت معا نشكر طبعا عائلتي علي راسم والدي والدي رب يحفظهم لي ويطولي في عمرهم من اول داعمين لي كانوا ونشكر ايضا كل رفاتي يعني سوا في في الساحة الفنية ساعدوني او من خط الساحة الفنية اصدقاء يعني ونشكر كم على استضافة ضيبة ونشكر استاذ وفا بجواري حقيقة يعني دائما كانت دائما دائما لي وكذا يعني في صفي حقيقة يعني ونشكرك حتى انت على استضافة ضيبة والتقديم الضيب وان شاء الله رب يوفقك ويحفظك شكرا جزيلا لك